التحرير موعدنا تسمية اطلقها الجيش الوطني على العمليات العسكرية الدائرة شرق صنعاء وهي بحسب المركز الاعلابي للقوات المسلحة اليمنية عمليات لن تتوقف حتى تحقيق النصر المكتمل العمليات التي تأتي ردا على خروقات الانقلابيين اسفرت ساعاتها الاولى عن استعادة قوات الشرعية السيطرة على قرية ملح وقرية الحول وثلة القناصين اضافة لجبل المنارة المطل على منطقة المديد انطلاق العملية العسكرية شرق صنعاء تزامن مع دعوة وجهها الجيش الوطني لسكان العاصمة صنعاء وضواحيها للابتعاد عن مقرات ومواقع ميليشيا الانقلاب واماكن تجمعاتهم مع التحذير من السماح للميليشيا باستخدام المنازل مصادر للنيران او اية اعمال عدائية ضد الجيش الوطني اهي ساعة الصفر التي طال انتظارها سؤال يطرحه كل مواطن يمري طال انتظاره لساعة الصفر خصوصا بعد ان تمخضت البشاورات عما هو ادنى من الصفر في مواقف الانقلابيين السلبية اما اجابة السؤال فلا تبدو بالسهولة المتوقعة التي يفرضها واقع توجب مواقف الانقلابيين فيه ان لا تتوقف العمليات قبل استئصال ورمي الانقلاب الخبيث انطلاق العمليات في صنعاء جاء تاليا لانسداد الافق في الكويت وذاك امر طبيعي اما غير الطبيعي في نظر كثيرين فهو ابقاء الباب مفتوحا امام الانقلابيين للتلاعب بالحكومة والاقليم والمجتمع الدولي خصوصا وان ارقام منظمة الصحة العالمية تتحدث اليوم السبت عن ستة الاف وستمائة قتيل وقرابة ثلاثة وثلاثين الف جريح منذ مارس المنصر وما خفي او اخفي من الارقام ادها وامر اعلن الجيش الوطني اذا انطلاق عمليات التحرير موعدنا فيما يتوقع البعض ان يعلن المبعوث الاممي عن مرحلة جديدة ومكان جديد وبين الاعلانين يبدو ان تجربة الشعب مع الانقلابيين تجعله يضع كل حديث عن جديد في المشاورات في خانة الاماني وانهم الا يظنون فيما يرى في بيان الجيش وعد الحق الذي يجب ان يقترب ليهزم الانقلابيون ويومئذ يفرح العرب وينتكس الايرانيون اشتركوا في القناة